اشتركوا في القناة واني صراحة يعني بس انا ضايق خلقي ولا عشابي وما بي اشوف احد كانت كل امه ازاي الحيل الموقف صار بالمدرسة لزوارة شكو يدتك ما تشوفها شكو تزعل علينا احنا كلها شكو ما يصير تعمم المشكلة يا وليدي احنا لما يصير عندنا مشكلة لازم عشان يكون عندنا قوة نفسية في ال... في الازمة لازم اولا يكون عندنا هذا ال... ثلاث اشياء اقول حق نفسي هذه المشكلة جزء من حياتي مو كل حياتي واحد اثنين هذه المشكلة مؤقتة مو أبدية فانا اكون مرتاحة ما احس انه خلاص للأبد راح يصير هذا الشيء ثلاثة لازم يكون سلوكي تجاه هذه المشكلة سلوك معمر شيء زين ما أخرب الدنيا بسلوك مدمر فقاعدة القوة لليوم احتواء المشكلة كونتينمنت كونتين كونتين حلائق الاشياء اللي قاعدة حشائش مدري شنو اي شيء ممكن يحترق زيادة هذا خشب ليش لان ما يبون الحريق يمتد ويحرق الأولي والتالي عشان شذي لما تصير لك مشكلة لازم تطوق عشان ما تحرق كل حياتك بهذه المشكلة الله سبحانه وتعالى يقول ان الانسان خلق هلوعة اذا مسه الشر جزوعة تدروا شين يعني هلوع هلوع يعني يبالغ في تقدير الخوف يبالغ في تقدير الخطر هلوع ومن صور الهلع ان اذا مسه الشر جزوع يجزع يسخط يخاف يرتعد يسوي المشكلة مثل البلونة هي تكون البلونة أول ما تشوفها ترى صغيرة احنا ننفخها هوا 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 لما تكبر فالبلونة لما تكون كبيرة هي مدفوخة بشنهم هوا احنا شذي المشكلة نكبرها ونعممها وبالصج كل اللي تافخينها فيه ترى اهوا هوا مو شي صجي لازم نطوق المشكلة عشان شذي الله سبحانه وتعالى عرفنا على اسمه اللطيف يبي يلطف بحالنا فيقول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم الله سبحانه وتعالى طبيعتنا وقربنا إلى الهلع والجزع والخوف والمبالغة فالله سبحانه وتعالى لطيف فينا واقترنا اسم اللطيف مع الخبير لأن لطفة سبحانه بخبرة يعني احنا لما يكون احد لطيف فينا البشر ممكن يبالغ في اللطف فما يكون قاعد يسوي شي بمصلحتك بس لما ولله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى لطيف ولكن بيخبرة لمنية حق الدراسات في إحدى الجامعات جامعة كوينز الكندية كانت قاعد تدرس شلون تتولد الأفكار في الدماغ ولقوا إن الإنسان عنده أكثر من ستة آلاف فكرة في اليوم تخيلوا ها؟ تخيلوا هذا الكم الهائل من الأفكار في الدماغ فلما يكون الإنسان واعي بأنه مو إلا كل هذه الأفكار حقيقية رح يعرف شنو الأفكار اللي تستحق التوقف والأفكار اللي خلاص طاف ترى هذا مو صح لما الإنسان قاعد يعمم ويكبر المشكلة مو صح ترى هذه الأفكار فبذلك رح يكون أقوى نفسيا يعني الواحد لما يشوف المشكلة شديد يتقلل حجم المشكلة لأنه أنا طالعك أقول يعني الحمد لله أي أولا مو في ديني فمعنات أن هذا مو شيء عظيم الأمر الثاني أن الحمد لله مو أكبر منها مهما خسرت مهما صار مو أكبر منها والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى عطاني الرضا وأن الحمد لله الله بيقاجرني في الصبر عليها فهذه النظرة تقلل من حجم المشاكل الأمر الثاني أدرب نفسي على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فنظرتي للمشكلة ما يكبر لأن من هو الذي يكبر؟ الذي يسيء الظن الذي يطال عنه لا أكيد سنخسر وأكيد سيصير وأكيد ما شو هذا سوء ظن أو لا أما الذي يحسن الظن؟ لا لا إن شاء الله ستخلص ستتيسر وما يخالف فقاعد يقلل من حجم هذه المشكلة الأمر الثالث لمتي المشكلة لازم أحددها وين المشكلة بالضبط؟ مشكلتي بالمال؟ مشكلتي بالأصدقاء؟ مشكلتي ببيتي؟ مشكلتي بدوامي؟ مشكلتي بشنو؟ عشان ما يصير تعميم المشكلة على كل شيء الأمر الرابع الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يطول معانا الغضب والحزن لأن أصلاً مصيفات المؤمن حتى أن الله سبحانه وتعالى نفى عن المؤمنين استمرارية الحزن فتلقى دائماً في الآيات لا يحزنون يعني ممكن تحزن بس لا يستمر الحزن لأن هذا مضر للنفس يتعبها يزيدها هشاشة كذلك في الغضب أنا إذا ما احتويت المشكلة هذه المشاعر مالت الحزن والغضب راح أتطول وياي فأنا لازم احتوي المشكلة عشان توقف هذه الأشياء فالرسول صلى الله عليه وسلم شون يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما من يبدأوا بالسلام يعني ما يصير مشكلتك مع الناس تكمل أكثر من ثلاثة أيام هذه الخصومة ما يصير تكمل لأنها التعب طبعاً هم كذلك فيها بعد آخر من المجتمع وتلاحمة وكل هذه المعاني بس هم هذا بعد نفسي آخر لعدم أن ما يصير الخصومة تطول ما يتحمل قلبك لأن القلب يبدأ يصير أسود يتعب يصير فيه حقد يكون أول شي بس شايلة عليها بعدين يصير حقدة عليها بعدين يعني تتراكم المشاعر كل ما زادت الأيام فيه ناس يقولون شنو خليها مع الزمن تضبط لا لا بهالأشياء الزمن مع الخصومات يزيدها ترى الأمر الثالث حديث على صلى الله عليه وسلم شي يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلقاً رضي منها آخر لا يفرك معناتها لا يبغض ما يصير هذا البغض ليش ما يصير بغض؟ لأنه إذا في خلق أنت كرهت فيها أو في خلق أنت كرهت في زوجك أو أي شخص معين أكيد أنت بترضين بخلق آخر فما يصير نعمم والله مثلاً هذه صديقتي ما توجب أوكي هذا خلق مو زين فيها إنه ما توجب هل معناتها خلاص هذه إنسانة مو زينة؟ تلقينها لما تقعد تهبل تلقينها مثلاً تقدرج كلامها حلو أو لا أدري ما أنزيل فيها وعيد عندها أخلاق زينة لماذا أعمم الخلق المو زين على هذا الشخص؟ قصتنا اليوم قصة واحدة موظفة عادية دوام طبيعي بس الشي المميز اللي صار إنه شافت وصولة بالإنستجرام كلنا نشوف الصوات بالإنستجرام بس أي الفرق؟ إنه ضبطت وياها من أول مرة شافت الوصفة وقالت لحين أرجع البيت أسويها رحت الجمعية أخذت قراطها يدت البيت سوت الوصفة يوم أضوقيها جربي وش والله شي عجيب فلانة وش الله أش رايش باتر بيوني زوار تسوين لي؟ قات لها حاضر وسوتها إنشان الأم تقول صدقين؟ تسألوني إذا عندك بزنس؟ تقولها والله مش رايش يعني أنا ما ذاك الشغل ودوامي هادي أول ما أرجع قاعد أسوي أي والله ابنيتي سوي أنا شجعت شروحي والله وتشجعت بدت نفس كل الناس إنستجرام وش ذي ويلا وهذا هذه وصفاته وهذا شغلي وإن شاء الله بدت تتوالع عليها وطبعا أول شي نفس كل مرة الدائرة المقربة أولا الأم الخالات الجيران المدري منه وش ذي بعدين بدأ شوي شوي كل واحد دائرة تكبر البنت يعني اضطرت إنها تستقيل من دوامها للتفرغ لهذا البزنس كان أمها تقول لها والله صدقين يا ابنيتي أتوقع وصلتي مرحلة إنش تنتقلين إلى يعني مطبخ مركزي قالت له تحقيني ما خلاص يعني بزنس صدقي قالت له إي والله لأ أنا أقول لك ما شاء الله والله وفرحتها ومشتطة وتجهز المكان ولقيت لها مكان شحلاتها وكانت حتى حق الناس اللي عندها الفولوورز بإنستجرام تراويهم تشوفوا الحمد لله لقيت هذا المطبخ المركزي وتسنع فيه وتحطوا ما بقى ديكور وما بقى تنظيفات وترتيب وتسنع وعقود وحفلة أي اليوم اللي المفروض خلاص تاخذ فيه الترخيص تنصدم إنه ما هو وافقه لها ليش؟ تقول لا بس أن أنت هذا المكان اللي أنت منقيته في بعض الأماكن اللي يمتش بعض المصانع يطلع منها أبخيرة وما أدري شنو وشذي فما ينفع مكان طبخ يم يعني هذه اللي سلامة الناس ربي شا سوي انهارت المرة بس رجعت بيتهم وسكت على نفسها الباب وسو دزة إعلان بالإنستجرام إنه لا أستقبل الطلبات انسين حتى أمها يتلها قالت لها حبيبتي عسى ماشر كانت تكون لها يما أنا الترخيص ما أعطوني ترخيص حق المطبخ والمطبخ وبس أنا صراحة حتن الطباخ زهدته زيني بنيتي ليش؟ أنت ترى أول للعلم كنت تطبخين في البيت المطبخ هذا المركزي كانت كانت خطوة ثانية فأنت كنت ماشية بدونه فليش تعممين المشكلة؟ ليش إنه تسكرين كل شيء؟ كانت تقول لها والله تقيني ما؟ قالت إي طبعا ما لقيتها المطبخ إن شاء الله تلقي مطبخ ثاني؟ عادي أنت يعني علبتها كيف تحدد المشكلة؟ ما تعممها على باجي المشاكل؟ وصج خلاص أرجعت طبيعي والحمد لله لقيت مطبخ ثاني وانتقلت إلى المرحلة اللي بعدها هذه فايدة لما الإنسان ما يخسر الأولي والتالي لمشكلة واحدة ما نطلع من هذه الحلقة إلا بثلاث أشياء الأول أنه لما يصير عندي الإبتلاء لازم أعرف أنه عندي رب لطيف يلطف فيني ويعلم ما يصلحني وما يفسدني الأمر الثاني لما تييني مشكلة لازم أسأل نفسي هل هذه صجحني مشكلة كبيرة اللي بتوقف حياتي؟ أبداً لازم أهون المشكلة بعيني الأمر الثالث أتذكر بأن الله يحميني من ثقل هذه المشاعر السلبية اللي إذا كانت موجودة ما رح أقدر أواجه الإبتلاءات ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم الطف بي في تيسير كل عسير يا لطيف يا خبير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كم ضل عبدك يا إله فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ضعفي علمت وذلتي وهواني رحمك لم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان